السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا قويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله استخارتنا قوية جدا لموليد برج الحوت صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام قد طرف الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشرني بهم وانتظر منك يا برج الحوت ان شاء الله بإذن الله الاستخارة تكون خفيفة وتكون جميلة جدا هنشوف مع بعض استخارتنا اللي هتكون جميلة التصوير بالكاميرا الامامية يا برج الحوت فالصورة بتدي معاك العكس وكأن الصورة منعكسة صليلي بقى على الحبيب ونفتح دلوقتي بالراحة النفسية اهم حاجة نركن الطاقة السلبية على جنب وندخل على الفيديو بالطاقة الايجابية ونزله باللايك وبالتعليق الجميل ونقول بسم الله بسم الله صورة الانبياء صورة الانبياء بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اول حاجة انت عندك فرحة وانت دايما بتحاسب نفسك اول باول عندك تأنيب الضمير ده حاجة صعبة جدا عليك او دايما اه يعني بتستناش حد ييجي يقولك انت مخطئ لأ انت دايما بتحاسب نفسك اول باول بس تعرضت لصدمة او لخزلان او تعرضت ان انت بدأت حاليا تحاسب نفسك على غلطات انت ما كانش ليك فيها اي علاقة كمان انت الفترة دي بتلعب دور مهم جدا ان انت تكتشف ناس كتيرة جدا حواليك رغم كده بتسكت اكتر ما بتتكلم يعني بدأت تسكت وتسمع بس انت عصب جدا عندك بشرة حلوة جدا من اشخاص ظلموك يعني انت هتعرف حاجة فهتفرح جدا حصل عندك فتنة وعندك سحر انت عندك سحر وسحر ده وقف الحال وريب جدا هتكتشف السحر علشان هتشوفه باذن الله وكمان هيكون ليك قعدة جميلة جدا هتعودها وهتبدأ تاخد قرارات مهمة الفترة دي بس عندك دور كبير جدا في مشاعرك عندك حب جديد علاقة جديدة حاجة تخص الحب علشان القلب بتاعكم هيدق تاني او هيدق تاني يعني هيبقى فيه كلام حلو يخص القلب بس بينكم وبين الاهل يمكن مشكلة بينكم ما بين الاهل عراقين بينكم ما بين الاهل فيه شوية شد وجزر على ورثة على مال على حاجة تخصكم انتو والله واعلم وعشان كده الفترة اللي جاها هيكون فيه طاقة جديدة او طاقة مختلفة بمعنى اصح يريد تركزوا كويس جدا في الامور اللي انتو فيها الفترة دي وزي ما قلتلكم تحذروا من فتنة او من غادر كمان انتو بتوفوا بالوعد بتاعكم اللي عليكم لو انتو وعدين حد فانتو بتوفوا بالوعد بسم الله البعض منكم عنده تغيير سكن تغيير مكان او بيفكر حاليا يغير مكانه بيفكر يعمل حاجات جديدة يعمل حاجات مختلفة الله واعلم بس تغيير السكن ملازمكم الفترة دي كمان انتو عملين تركضوا فحاجة مش جايبة همها يعن البعض منكم ممكن يكون بيركض في حاجة ملهاش اي علاقة بيه او بيركض في حاجة تعباه حاجة خزلاه الله واعلم وعشان كده عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم الفترة دي بقدر المستطاع ليه علشان ما تتخزلوش او تقعوا في اي مشاكل انتو ما يكونش اي علاقة بيها من اي حد في حياتكم فاتخلوا بالكم من نفسكم جدا وان شاء الله هتلاقوا يعني الفترة اللي جاية هتكون مليئة من فترات احسن دايما دماغكم مرفوعة مفيش حاجة اسمها هتكسر لحد مفيش حاجة اسمها اوطي ابص رجل حد مفيش حاجة علشان ليه حاجة عند حد اتزلله انتو المبدأ ده مش عندكم نهائي دايما راسكم مرفوعة دايما انطقتكم عالية عندكم دفع لقدام ازدهار ثقة بنفس محدش يقدر عليها وعشان كده انتو الايام دي او الفترة دي هي انتو ماشيين في طريق الطريق ده اي نعم حاسين ان هو متعب بس فيه طاقة ايجابية اول حاجة انتو هنا عندكم فرحة باذن الله الفرحة دي هتكون كبيرة جدا وهتكون كده دفع لكم او زي ما تكون ضربة لكم قوية جدا كمان انتو هنا فيه شوية قلق شوية حيرة شوية خوف شوية توتر لا اما من المستقبل لا اما على حد لا اما حد تعبان خلوا بالكم من الحتة دي انتو هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم فيه مال انتو شغالين عليه او فيه حاجة معينة انتو شغالين عليها الله اعلم طاقة تغيير الله اعلم فالفترة دي هي فترتكم فيه طاقة ايجابية اي نعم كمان الفترة دي فيه اهتمام انتو بتهتموا بالشريك او الشريك مهتم بكم فيه اهتمام اول فترة دي فيه علاقة حب جميلة جدا فيه يعني تغيير مصار كده في حياتكم العاطفية عشان فيه امور حلوة كمان عندكم احداث جديدة والاحداث ديها تكون في صلاحكم انتو علشان انتو بقلكم مدة مستنيينها بمعنى صح وابتدعوا ربنا انو فيه طاقة ايجابية عندكم كلام يخص اطفال لا اما انتو بتاخدوا علاقة علشان الحمل لا اما مستنيين من الطفل جديد لا اما انتو فيه كلام يخص اطفال عندكم الله ابقى اعلم بس فيه امور تخص الاطفال فيه بشرة خير والبشة الخير دي هتكون قوية جدا فيه كمان البعض منكم هيتقدم له عرض اذا كان عرض شوله او اذا كان عرض عمل او اذا كان حاجة جديدة في حياتكم ممكن يكون ترقية ممكن يكون سفر الله اعلم اليومين دول ممكن يكون انتوا عندكم صلح بينكم وبين حد عندكم رجوع للمنفصلين بس حاليا العيم مأثرة عليهم جدا وبشدة لدرجة هي اللي عملة لهم النفور ده ومش عايزين يتكلموا وحتى التلفون ما بيردوش عليه وعايزين يعودوا الوحدهم انتوا خايفين على طفل خايفين على بنت خايفين على حد عندكم عايز يعمل عملية او في حد عندكم شغال 24 ساعة في 24 ساعة بيشغل نفسه بكل التقاط علشان خاطر بيجهز نفسه او في طاقة عندكم معينة بعض الوسواس عندكم بعض الوسواس ده عمل لكم قلق وعمل لكم حيرة كمان انتوا هنا بصمتوا ان انتوا لازم تتخلصوا من الاعداء اللي حواليكم وتصبحوا اشخاص اقوى عن الاول عندكم مصدر حلو جديد هيدخل لكم وهينور طريقكم كمان انتوا هنا في هدية بتتقدم لكم او حد هيقدم لكم هدية الوضع الصحي عندكم ملأزمكم شوية ومخليكم مش مرتاحين نفسية كمان انتوا عايزين تتواصلوا مع شخص غايب عن لكم بقى له مدة او الشخص بينكم وبينه مسافة الله اعلم عايزين تتكلموا معايا عايزين تفتحوا معايا مواضية عايزين يبقى في حاجة الله اعلم كمان انتوا هنا لو شغالين شغالين على نفسكم قوي شغالين على حياتكم قوي فهيه تهتموا بصحاتكم شوية علشان الصحة عندكم في النازل المناعة عندكم ضعيفة عصبية ضغوط نفسية عملة لكم عرقية البعض منكم بيحب الدهب البعض منكم بيحب الفضة فعندكم انتوا هنا هدية بديدة من الحاجة اللي انتوا بتحبوها من الشخص اللي هيعرض يعني هيديكم عرض وانتوا العرض ده هتمسيكوا فيه ومش هتضيعوه من ايديكم اذا كان مشروع او اذا كان حاجة معانا فهو فيه خير لكم وفيه طاقة ايجابية حوالكم اكتر من حد منافق اكتر من حد بيظلم فيكم وبيخدع فيكم بس انتوا مكررين ان انتوا تنجحوا استقرار العاطف ده في امورك انت شخصيا هيريح قلبكم اه كمان حاولوا تهدوا اللعب شوية اذا كان بينكم ما بين الشريك او اذا كان بينكم ما بين حد علشان خاطر انتوا ضغطين على نفسكم في اكتر من حاجة رغم ان عندكم حاجة ضاقة جديدة او عندكم امور حيبة ليه الفترة دي انتوا بتعانوا من التوتر والقلق والحيرة وحاسين ان انتوا تايين كده ومش عارفين تاخدوا قرار لدرجة ان عندكم مش قادرين تفتحوها دايما عندكم احساس ملازمكم ان الطاقة بتاعتكم خلزن وان انتوا مش قادرين تستحملوا اي حاجة رغم ان الفترة دي هتكون فيه امور حلوة ويبقى فيه تقدير لحياتكم بالكامل كمان هيبقى فيه طاقة تانية جديدة الوضع هنا انتوا عملكم قلق عملكم خوف عملكم ضغوط كده بس فيه انفراجات انتوا نويين عليها او نويين على حاجات تشتغلوا عليها تكلب المزاج عندكم ملازمكم بالضغوط النفسية الفترة دي كمان عندكم عصبية زي ده انتوا عصبيين او الفترة دي او فيه طاقة ملازمكم بالسلبيات الله واعلم او مش راضيين عن حاجة عمالة تزعج فيكم عمالة تقلب حياتكم وعشان كده القلق واضح جدا على ملامحكم كل ما تبصوا في المراية بتحسوا ان انتوا مش انتوا بتحسوا انه فيه حاجة غلط حصلت بتحسوا انه فيه حاجة ايه ده احنا مش احنا خالص الامور عندكم بتتحرك لصالحكم انتوا بس انتوا شايفينها العكس عندكم كمان جوه قلبكم حبت كتلة من الزعل اه كتلة من الضيق والخان او بتقولوا يا رب هون علينا المرحلة اللي احنا فيها دي رزقك كبير جدا رزقك ربك هو اللي قادم عليه فما تقلقش خالص اقدر كمان ابشركم بخروج طرف تالت بيحاول يأزع راكتكم بيحاول ان هو يأزيكم وبيحاول ان هو يعمل لكم العراقيل اللي انتوا فيها في حياتكم الحاسة القوية عندكم يخليكم قلبكم دليل قلبكم دليلكم على كل حاجة انتوا هنا ما توقعتوش ابدا ان الشخص ده يأزيكم او الشخص ده يعمل لكم اللي انتوا فيه عشان كده كارهين حاجات كتيرة جدا حواليكم ومن طيبة قلبكم او من ان انتوا ثقاتكم في ربنا عالية دايما ربنا قادر ان هو يكشف لكم كل الناس اللي فيه حياتكم فكمان هنا عندكم مكالمة مستنيينها في الطريق او عندكم حاجة جديدة والحاجة الجديدة دي هتكون سبب في البهجة اللي انتوا فيها الفترة دي ممكن تكون فترة صعبة جدا ان انتوا مش حاسين بالراحة ولا بالاحتواء ومش لقين اللي يطمنكم وعشان كده انتوا عندكم خبر حلو بس دايما اكتموا وداروا على اي حاجة في حياتكم والفرحة دي هتعيد نشاطكم هتعيد ثقاتكم برضو بنفسكم ويبقى المعنويات عندكم ارتفاع عالية حد هيقدركم وحد بيتطبق عليكم حد هيتكلم معاكم انتوا خدتوا قرار ندمتوا عليه والقرار ده انتوا زعلانين مازال ما زعلانين عليه او في حياتكم العصبية عندكم زايدة العصبية عندكم فيها قلق فيها توتر فيها خوف انتوا مش واسكين في حد خالص من اللحوة لكم عندكم شوية كسل شوية خمول شوية ارهاق فيه شوية انفراجات عندكم فيه اكتر من مكسب لكم برضو هيخليكم كده مبسطين وفرحلين عندكم هنا خروج من الضغط اللي عليكم وكمان انتم مقررين تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم حانوين يعني مثلا ممكن يكون عندكم كزا طاقة هتغيروها فيه حاجة حصلت عندكم بخليكم بخنوقين او الحد ونزال لحد الان هنا كمان فيه تطبع عليكم وفيه رجوع لحد او فيه حد هرجع لكم انت ترجع لحد الله فيه هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هتعودوا في المواجهة والمواجهة دي هتكونوا اصحاب كرارات حاسمة هتكونوا مويزين جدا في كل كلمة طالعة من لسانكم وهتكونوا بمعنى اصحة اشخاص مختلفة ليه علشان الطاقات بتاعتكم عالية الازدهار بالنفسي عندكم بسم الله دفعة لقدام بشكل كبير جدا طاقة جديدة لشكل كبير جدا آآ راحة من بعد التعب اللي انتو بتمروا به الخوف والقلق اللي في حياتكم ده او من لازمكم بمعنى اصحة هيكون في طاقة ايجابية هيكون فيه فرج هيكون فيه اخبار تانية انتو عندكم كزا دفعة لقدام عندكم كزا طاقة لقدام او بمعنى اصحة الفترة دي هي فترة اندفعكم عن النفس لو كنتوا قاعدين فيه احدا وحد قال عليكم كلام سلبي انتو هتكونوا اصحاب قرارات حاسمة هتكونوا اصحاب قرارات كده بشكل مختلف جدا ليه علشان الخوف اللي عندكم والقلق والتوتر ده انتو لوين تخرجوا منه لوين تطلعوا بعيد عنه طاقتكم مفتوح طاقتكم فيها ثقة بالنفس وفيها تجديد كده وفيها امور حلوة ابتسامتكم هتكون مرسومة على وشوكم في الفترة اللي جاية ليه علشان كل الضغوط اللي انتو فيها دي مش هتكون لصالحكم خالص العكس الضغوط اللي انتو فيها دي هيبقى الطاقة سلبية ليكم ليه علشان اللي حواليكم مش حبيب لكم الخير وانتو علشان روحنياتكم عالية وبتكتشفوا على طول الاشخاص اللي قدامكم او بمعنى اصح بتكتشفوا كل الازى اللي واقع عليكم من المقربين لقلبكم فانتو بكررين ان انتو تدوا دفع لقدام لحياتكم واتشوفوا الدعم اللي انتو مستنيله بكل الطرق الطاقة بتاعتكم باسم الله مفتوحة اندفاع عن النفس عالي جدا الكلام كتير جدا يخص حاجات انتو معينة في بالكم برضو فيه دعم حلو جدا كزا حاجة انتو هتحاولوا تجددوا منها كزا حاجة هتحاولوا تطلعوا منها في امور انتو شغالين عليها الفترة دي عندكم دايرة ومقفولة عليكم الدايرة دي مقفولة عليكم ومازالت مقفولة وعشان كده العقربة اللي موجودة في حياتكم بتحاول تأذي فيكم بس انتو عشان روحة ليدكم عليها وربنا دايما ينتشف لكم قلبان اللي مقفولة عندكم في حياتكم فهيكون عندكم خبر حلوة جدا وهيكون في طاقة هتتبشروا بيها بالخير انتو هنا بتقولوا حزبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ازانا وكل اللي ظلمنا وكل اللي اخد مننا حاجة غصب عننا وعشان كده انتو قررتوا تير منازم قتلكم في حياتكم بس انتو البعض منكم تعبان بسبب الديون اللي عليه البعض منكم تعبان بسبب الطاقة المعينة اللي بالكم مشغول بها الله اعلم بالكم مشغول جدا وبتفكروا اكتر الفترة دي هنا بصوا كمان بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم خروج من علاقة تانية زي ما قدتلكم وهيبقى في راحة وهيبقى في جبر خاطر لكم انتو وقدر بشركم بنقل من مكان لمكان او من طاقة معينة هتخرجوا منها في هنا بسم الله ما شاء الله عليكم يعني الفترة دي هتكون هي فتراتكم انتو لاثبات وجودكم في حاجات كتيرة جدا اغلب الوقت انتو هنا مستنين حاجة معينة في بالكم في مشكلة هتحلوها الفترة دي وهتخرجوا من الطاقة السلبية باذن الله وهتاخدوا حقكم تالت ومثالت في حاجات كتيرة جدا انتو دايما ظهرين الكوة بتاعتكم دايما ظهرين ان انتو مختلفين لكن عندكم طاقة معينة اذياكم عندكم هنا شعور من وقت للتاني الشعور دا ملازمكم بالازم الكوة عندكم كوة خارقة احذروا هنا من واحدة ست الست دي امتبع كل اموركم وكلها حفظوا غير اتجاهكم بلاش كمان تكونوا متسرعين الفترة دي في اي قرار خطأ انتو هنا بالصول حال واقف عندكم بس الحال الواقف دا ممكن يكون لصالحكم انتو في الوقت المعين علشان انتو حاسين دايما ان انتو في طاقة متحكمة فيكم حاسين دايما بالمرض حاسين دايما بالازم الفترة اللي جاية دي هتكون فترة حلوة جدا لكم علشان في مال انتو مش حطينه ببالكم او بمعنى صح انتو مش رسمين له حاجة فيبقى الفطر المال دا حلوة جدا رغم ان الفترة دي بص انتو هنا وشوكم دبلان بمعنى الطريقة وبفترة حاسين ان هي فترة صعبة ومن كتر الخنزلان اخدتوا اكتر من ضربة فوق كتفكم وحان تبصموا بقى ان انتو تطلعوا من اللي انتو في دا وعشان كده انتو هنا هتسد الديون اللي عليكم ممكن كمان تسافروا اقدر ابشاركم انتو هنا مستنين خطوبة مستنين حاجة تخص الجواز او تخص العاطفة دايما حسن الظن بالله دا بيديكم تفاؤل وخير وعشان كده جايلكم اخبار حلوة انتو رسمينها في بالكم الدي اللي انتو فيه دا هيبقى فيها انفراجات حلوة وفي حاجة حلوة اول بتترتب لكم هتحصل لكم الفترة اللي جاية هتكونوا انتو مستنينها دي هتخليكم كده ان انتو تنسوا كل حاجة اتظلمتوا فيها اليومين اللي جايين دول انتو هتكونوا طاقة تانية مختلفة وهيكون عندكم ممكن كمان عودة حد لكم وهتشوفوا الحد دا ازا كان فعلا عايز مصلحة هيرجع لكم علشان بيحبوكم ولا هو الكزان بتحاولوا دايما انتو تسعوا تكتشفوا تطلعوا كل المهارات الجديدة عندكم في شغلكم دايما بتحبوا تكونوا مميزين جدا في كل حاجة وعشان كده انا بقولكم انتو محتاجين التركيز ازاي دا عن اللزوم علشان الفترة دي هي فترتكم انتو للتواجه بتاعكم وعشان كده الدفعة بتاعتكم دي هتكونوا انتو طاقتكم هتطلعوا من اي خيبة الامل او اي ازمة انتو بتمروا بيها كمان الاهتمام بالنفس اللي عندكم دا مخليكم ملازمكم في حاجات كديرة جدا الاساسيات عندكم ماضحة جدا في حسم العلاقة وفي الطاقة الايجابية كمان انتو هنا ممتلكين في حد متملك منكم او انتو في علاقة سامة او حد انتو متملكين منه في عندكم حاجة تخص التملك وعندكم حد دايما بيرائبكم وبيرائب ادوك التفاصيل في حياتكم وعشان كده انتو هنا باسم الله ما شاء الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد عندكم طاقة تانية خالص اهتمامكم بالمظهر بتاعكم وشراء حاجتكم الجديدة ده اكتر سبب هو اعمل لكم الطاقة اللي انتو بتمروا بيها دي اه ودايما اقول ان انتو هنا صحاب تملك بشكل كبير جدا حالتكم النفسية تبدأ تتحسن بكل الطور اللي انتو عايزينها اه فيه هنا اه حبة امور مأسرة عليكم حبة امور عمل لكم اذا حبة امور مخلياكم بخنقين مخلياكم دايما فيه مرأبة عندكم زي ما قلت لكم فكمان انتو الفترة دي مستنين بقدر المستطاع الرسالة اللي يعني دايما كل شوية تبصوا فيه في نتيجة تبصوا فيه الساعة تبصوا في حاجة كده عشان بتحسيبوا الوقت اه في حضور مناسبة حد هيدعيكم فيها ازا كانت زفاف او ازا كانت خطوبة او انتو هتحضروا في دعوة الله اعلى ما يبقى فيه مناسبة حلوة جدا وهتحاولوا برضو الفترة اللي جاية علشان هي هتحسوا ان هي فترتكم هتطلعوا من عدم التوازن في الامور اللي شارلة بلكم وهيبقى فيه كده طاقة معينة معايزكم تحذروا من شخص بيدبر لكم مقيدة ولحد ده مش هيعني مش هيعملكم حاجة بس بلاش تبوحوا قدام باسرار او بكلام هو ربنا اللي هينجيكم منه في الوقت المناسب ليه علشان انتو فعلا قلبكم طيب جدا والطاقة اللي عندكم دايما بتخليكم تقعف مشاكل انتو في استغناء عنها او بتخليكم دايما ان انتو تتعبوا وتتقزوا وانتو ما تكونش اي علاقة او اي ازا في اي حاجة من الاشخاص اللي فيه حياتكم دول هم اصلا يعني موجودين عشان يأذوا الناس موجودين ان هم يودوكم طاقة سلبية في حد غدركم او حد ازاكم وبتقول او مستحيل ان احنا نسامحوا حتى لو الجنة وقفة علينا يعني لو هيدخل الجنة واحنا السبب اعنى او مستحيل ندخلوا الجنة ليه علش شخص خانكم او غدر بيكم انتو ممكن تسامحوا في اي حاجة بس فيه الغدر والخيانة مستحيل حتى تفكروا في السماح دي حاجة كده انتو واخدين عنها فكرة بعيدة عنكم خالص عندكم اندهاش او تكونوا مندهاشين جدا الفترة اللي جاية انتو اا دلوقتي بتتعاملوا بالمثال اللي يعملكم ببرود بتتعاملوا معه ببرود اللي يعملكم بحب بتتعاملوا معه بحب شوفوا انتو يعني كل الوقت المعاملة بقيت بالمثال مفيش حد ماشيين بقعدة انو مفيش حد احسن من حد ولا انت احسن مني ولا لا احسن منك زي ما هتعاملني هعملك زي ما هتتكلم معي هتكلم معاك انتو اليومين دول حرفين ماشيين بالمصدر ده ماشيين بالطاقة دي ليه قلتوا احنا اللي فينا مكفينا ما عدناش مقصين ولا غق ولا ظلم ولا حاجة دي من حد انا مستحيل خاصة سامح حد ظلمني تخيلاتكم غريبة جدا بممكن تكونوا عاديين في امان الله بترسموا مشاريع وخطط وايه بتوصلوا لعالم التاني وترجعوا وفي سانية تكونوا الدنيا تمام معاكم برضو البعض منكم ممكن يكون حاسس بالملل حاسس ان هو مالل حاسس ان هو عايز يعمل حاجة جديدة آآ عايز يعني يعمل كاز اي حاجة جديدة بالفعل انتو عندكم تجديد حاولوا تجددوا علشان الروتين اللي انتو فيه ده بيتعبكم انتو نفسية بيخليكم بيخلوا بتخليكم حاسين ان كل البيبان مقفولة في الشوكم حتى لو هي مفتوحة ليه علشان انتو مش شايفين اي حاجة او مش حاسين ان في حاجة بقى لها طعم آآ في حياتكم او في بققكم عندكم انا كمان آآ انتو هتحرجوا حد الفترة اللي جاية بالسبب ان هو هيدخل في خصياتكم او بسبب ان هو هتحس انه انت بتقولوله انت بتتدخل في وصياتنا ليه لا انت متدخلش لا انت متتكلمش لا انت متعملش هتحرجوه جدا وهتكونوا انتو فعلا صحاب حق وزي ما قد لكم وقف الحال اللي عندكم ده طبعا بالسبب انه انتو معرضين دايما للحسد الشديد معرضين دايما ان العيون تكون عليكم فلازم تحسنوا نفسكم اول باول لازم امر طبيعي ما تعملوش حاجة في انكم لان انتو تحصين النفس تحصين النفس ده يخليكم تطلعوا من اي حاجة انتو دايما بتكونوا ضحايا لناس موجودة في حياتكم وانتو مظلومين يعني ان بلاش تكونوا ضحية لاي حد بلاش تعرفوا وتخلوا الشخص اللي قدامكم يستغلكم وبلاش تدو نفسكم طاقة سلبية بلاش تقولوا احنا منحوسين احنا طاقة سلبية احنا احنا لأ انتو كده بتدي دفعة لتقليكم بالسلبيات فبتتحكم فيكم فبتخليكم تعبانين نفسية انتو لازم تحطوا كده قاعدة قدامكم ان انتو مفيش حد زيكم وتدوا تقولوا انتو مصدر القوة لنفسكم طول ما انتو مصدر القوة لنفسكم طول ما حياتكم هتتغيروا الافضل بايزن الله وهتقابلوا يعني الفترة الجاة دي هتكون فيها لقاعدات كده غريبة وفيها طاقة تانية جديدة او امور معينة في حياتكم اي نعم انتو مش مرتاحين من كزا ناحية بس الحسة الكوية بتاعتكم دي هتهدي نفسكم كده هتكون طب طبع عليكم وبخصوص النغزة اللي انتو حطين يعني النغزة اللي هي عندكم دي بتجيلكم من وقت للتاني بشاء الله بازن الله من خلال من ورا النغزة دي ومن ورا الطاقة هيبقى فيه فرصة كده حلوة هتحس وقديه ان طب طبطة ربنا عليكم كبيرة جدا وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة او طاقة كبيرة بسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا متقلقين وهتكونوا واسقين من كل حاجة في حياتكم كمان الفترة دي ممكن يكون عندكم اختبار من ربنا نخلو بلكم انتو بتمروا به اختبار قوي اختبار طاقة اختبار امور الله واعلم بس هيكون في طاقة حلوة جدا ومفاجئة انتو هتفرحوا بيها قوي كمان بس هنا فيه صفقة او فيه شراء وبيع او انتو دخلين انتو بتشتغفوا العقارات او فيه طاقة تانية معينة بس فيه زعل جواكم والزعل ده بيحاول ان هو يعني يتملك فيكم بس انتو مش هتخلوه يتملك فيكم ودائما هتظهروا القوة اللي عندكم والطاقة الايجابية وكمان ربنا هيهون عليكم اللي انتو فيه ده وهيعد عليكم اي مرحلة صعبة انتو بتمر بها ربنا كريم جدا عليكم وهيديكم الدفع لقدام وهيتخليكم تعرفوا اتحققوا النجاح اللي انتو عايزينها بس انتو التركيز بتاعكم اي ديومين دول مش معاكم خالص ما بقاش عندكم تركيز في اي حاجة ودائما اقول لكم بلاش يعني حاول ان انتو تركزوا انتو بتنسوا بتنسوا ودائما سرحانين دائما ما بتفكروش كويس دائما كده فيه حاجات غريبة بتحصل لكم فدايما اقول لكم خلوا عصابكم هاتية انتو اللي فيكم مكفيكم مش عايزين ضغوط ولا انا عايزين ضغوط سلبية وخلوا بالكم من نفسكم تحياتي ليكم وتمنى لكم الخير